الآن ونحن نتحدث معكم هناك أخبار عاجلة من المفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي في ليبيا إذن هناك رفض رسمي من المفوضية لا غير صحيح أنا قبل مداخلتك بأقل من 10-15 دقائق كان واحد من أعضاء المفوضية أستاذ بو بكر قال هذا الخبر غير صحيح وهناك اختراق داخل الموقع الرسمي المفوضية خبر غير صحيح إذن تنفي هذا الخبر أن يكون صدر عن المفوضية الانتخابات في ليبيا لا 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 ما زال المفوضية ما اعترف بترشح سيف الإسلام لم يرفض هذا خبر غير صحيح وأنا تحدثت مع المفوضية قبل 10 دقائق مع أستاذ بو بكر قال لي حرف الواحد هناك اختراق في الموقع ليس من المفوضية البيان الذي صدر أنه رفض ترشح ما يسمى سيف الإسلام وأيضا هناك وسالة لام نقلت عن مفوضية الانتخابات الليبية تسحب منشورا على فيسبوك أعلنت فيه رفض ترشح سيف الإسلام القذافي إذن بالفعل الخبر صحيح تم نفي هذا الخبر ترشح مسألة ترشح سيف الإسلام ما زالت باقية إذن حسب المفوضية الانتخابات الليبية ما حظوظ هنا سيف الإسلام قذافي في الوصول للكرسي والمنصب مستحيل من المستحيلات عشم الإبليس في الجنة أن سيف الإسلام يكون رئيس دولة ليبيا ليبيا ستدخل في حرب داروس ونحن نتمنى لم ندخل فيها الحرب نتمنى من المفوضية أن يسحب ترشح سيف الإسلام والبرنامان أرجو إرجاء خاصة من منبركم لأعادة القوانين أو الذي أرسلها المفوضية باتفاق مع مجلس الدولة لإصدار قاعدة دستورية لانتخابات بدون قاعدة دستورية لانتخابات معنا نحن رشح رئيس يكون دكتاتورية تانية بعد معمر القذافي هذه نحن لا نسبح له ولكن كما ذكرت ثلفا نحن مع الانتخابات ليس ضد الانتخابات ولكن وفق تشريع وفق دستور قاعدة دستورية تفصل الجميع إذن هناك أخبار عاجلة مدن في غربي ليبيا تغلق مراكز انتخابات احتجاجا على ترشح سيف الإسلام القذافي إذن هناك هبة شعبية ضد ترشح سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي سيد عبد المجيد قلتان هو مرفوض قطعا مجيء سيف إلى السلطة ابن أبيه سيف الإسلام القذافي ابن معمر القذافي نحن ضد من ارتكب جرائم أو لها قضية في المحاكم الدولية مطلوب ومحاكم داخلية لم تفصل قضية سيف الإسلام نهائيا هل هي مسألة الجرائم أم أنه فقط لأنه ابن معمر قذافي حرط في أثناء الطورة السابعة من أفرايل هدد التوارو هددهم وهناك لها قضايا لها تحقيق مزاج جاري في النيابة العامة لم تقف القضية حتى الآن كيف يترشح؟ هناك ضوابط في الانتقابات لها قضية نحن ما عندناش مشكلة مع قبائل القذاة فوالله مع أي قبيلة في ليبيا كل الحق ولكن سيف خاصة السيف لها صوابق نحن لم نرجعوا عقارب الساعة من خالف من هدد التوار 17 من فرايل هو سيف إسلام من هددنا هو أبو هم الهددوا التوار هددوهم بالقتل و هناك حصل الجرائم في الزباوية وحصل الجرائم في كل مناطق ليبية كل بيت في ليبيا عنده شهداء